التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخمت الرئيس كارلوس الفرادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة في جناح بلاده في اكسبو عشر عشرين دبي ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالرئيس ضيف والوفد المرافق له بحضور سمو الشيخ مكتوم من محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية خلال جولة في جناح كوستاريكا حيث تجادب الجانبان الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية والسبل دفعها قدما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأهداف والخطط التنموية للشعبين الصديقين كما تطرق النقاش إلى مجمل الأوضاع العالمية والجهود المبذولة لبدء مرحلة جديدة في مسيرة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن ارتياحه للتقدم المحرز في العلاقات بين البلدين في ظل رغبة المشتركة في توصيع دائرة التعاون على كافة الأصعادة الاستثمارية والتجارية من جانبه أعرب الرئيس كارلوس الفارادو كيساد عن اعتزازه بالتعاون البناء بين الإمارات وكوستاريكا وما يمر به من تطور إيجابية وخلال الجولة في جناح كوستاريكا والمقام في منطقة التنقل اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والرئيس كارلوس الفارادو كيساد على ما يضمه الجناح من معروضات تعكس الجهود الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في مجالات الاستدامة وترشيد الموارد الطبيعية والاستثمار الاجتماعي